صباح و أهلا وسهلا على الكنال. اليوم بدأنا نتحدث عن البيكسل 6 برو من شركة جوجل. صار له معي أنا تقريباً قد شي خمس ديام و شوية ما صار لي تقريباً جمعة بس عالي اليوم نقدر نتحدث عن الخبرة تعييته للتليفون كيف بيشتغل كيف الكاميريات كيف نقدر نستعمله كيف الحاسوب التنسور بيشتغل على هذا التليفون ولما منقارن على التليفونات التاني علي الحاسوب من 888 من شركة يالله أنا طاري شكراً جزيلاً على كل الناس لمن اشتراك. دعونا نتحدث عن البيكسل 6 برو. اعملوا لايك و سرجلوا على الكنال حتى دائماً دائماً تعرفوا لما ننزلكم فيديو التليفون البيكسل 6 برو. الآن دعونا نتحدث قليلاً عن المميزات لهم. بيناتهم سيكون هناك تليفون 6 و 6 برو. الفرق بينهم قريب قليلاً ما كثيراً لكن نتحدث عن البطارية الموجودة هنا 5,000 ملي أمبير على البيكسل 6 ستكون 4600. البروستسر الثانياتهم الحاسوب سيكون لجوجل تنسر مع التايتن M2 موجود على الثانياتهم. الشاشة الموجودة هنا 6.7 على البيكسل 6 ستكون 6.4 QHD 120 هرتز على البيكسل 6 برو. ستكون 6.4 Full HD 90 هرتز على هونيكي. لدينا 12 جيجا بيت سرام على البيكسل 6 برو. 8 على البيكسل 6.128 للزاكرة 256 على البيكسل 6.128 لل512 على البيكسل 6 برو. كثير مهم نعرفه. الشاشة الموجودة في قلب العلبي سيكون 30 واط نستعملون على البيكسل 6 برو. سيكون 23 واط على البيكسل 6 برو. 21 واط على البيكسل 6 برو. لا يوجد فرق كبير هناك. الكاميرات الموجودة هناك أيضاً لدينا فرق كبير. الكاميرا الأساسية الموجودة هنا الموجودة على البيكسل 6. الخمسين ميجا بيكسل الموجودة هناك. جيجا 1 موجودة على البيكسل 6 برو. الالترا وايد الموجودة هناك ستكون موجودة على البيكسل 12 ميجا بيكسل. وهذه الـ 48 ميجا بيكسل لا يوجد فرق كبير على البيكسل 6 برو. والتلفوتو والدول تون LED فلاش. وعلى البيكسل 6 برو. الموجودة هناك ونشارجهم على ظهره للتلفون. كلهم سيطلعون بالاندرويد 12 من قلب العلبة. الموجودة الموجودة الموجودة. الكاميرا الأساسية الموجودة على البرو 11.1 ميجا بيكسل. وتعطينا الـ 4K 30. والكاميرا الموجودة على البيكسل 6 ستكون 8 ميجا بيكسل. وتعطينا الـ 1080p 60 فريمز أحسن شيء. سيطلع بيناتهم الاندرويد سيكون فرق. وتعطينا الـ IP68. لذا سيكون لدينا أي أشكال. ولكن بعد أن نتحدث بكل هذه الأشياء. نرى أن البيكسل كله مضبوط ومشي حاله جميل. الاندرويد 12 مع الموجودة الموجودة هنا. يمكنك أن تضبطه. يمكنك أن تغيير الوالبابر من هنا. وتستطيع أن تغيير الألوان الموجودة على البيكسل. مثل ما نرى هنا. أنا ركبت الكوكو والوالبابر هنا. والكوجيتا الموجودة هنا. نختار عدة الألوان. لا أريد أن يكون هناك صفر من الجهة الشمال. خط الألوان الموجودة على اليمين. ونجدنا أيضا نقوم بعمل الألوان. ونقوم بعمل الألوان الموجودة على البيكسل. لذلك نضبط جميل الموجودة. لما لا تغييروا الوالبابر، يتغيروا مع بعض. الاختيارات الموجودة كانت موجودة بأندرويد 12. موجودة هنا. لنضيفة الميكروفون والكاميرا. كلهم موجودون هنا. الـ الارتخاص الموجودة جديدة التي تضبطوها موجودة. ونقوم بعمل الألوان الموجودة هنا. سيذهب كثيرا جميلة. تحت السيستام لدينا كل الاختيارات الموجودة التي ترونها من قبل. لذلك لدينا اختيارات مخصوصة معمولة لهذا التليفون. تحت البطارية يمكننا أن نرى البطارية جديد. يمكننا أن نرى قدية البطارية بضلة ماشية. هنا أريد أن أعطيكم أن عندما عملت تستيقاتي في كم يوم تستيقاتي. قدرت وصلت إلى 7 ساعات و 11 دقيقة. يعني أن الشاشة قلدتني مدة طويلة. كما رأيتك أن تفرج على فيديوهات كثيرا على اليوتيوب. ولعب داتسل. وعن تسمع على طموصية كثيرا. وكل هذه الأشغالات يمكننا أن نظبطها. ونرى أيضا على الادابتف بريفرنسز. تستطيع أن تساعدنا. ليس فقط أن نستطيع أن نشارج التليفون منيح. لكن نستطيع أن نضمن أن البطارية عليها في الضائن مدة طويلة. وعندنا الادابتف تشارجين. نستطيع أن نستعملها على الألارم. إذا نستطيع أن أرلان في الثاني يوم الصباح. وتضعوا التليفون على الشجار. التليفون لا يصل إلى 100% إلى حديد ما يصل إلى هار نايدور. لذلك تعمل كثيرا منيح. والادابتف بطارية تساعدنا لأن الضائن البطارية مدة طويلة. مثل ما أفجركم. سبعة ساعة وحتى عشر إيئة. لدينا قليل. لكن كثيرا منيحة. الشيء الثاني الذي يوجد هنا. تحت الديس بلاي. يمكننا أن نضبط عدة شغلات. البرايتنس. التليفون سوف نضبط من 60 إلى 120. بالنسبة لكل التطبيقات التي ستستعملها. إذا أردت الألعاب، ستستعمل على 120. إذا ستستعمل السيستام وهيك ناطر هنا. سيقوم بعمل شيء. تستعمل الكثيرا من الألعاب. إذا كنا نستعمله. إذا كنا نستعمله من اللابسين الكمامة والغلاف في عيدنا. وغيرها أيضا. إضافة جلاس بتاكتر على الشاشة. لأنه لا يأتي أحد على التليفون. لذلك كل الأشياء موجودة منيحة. نوجد الأقل، الأخلاف، الإحتيار والريفون الذين نرى من قبل. ومع ذلك كل الأشياء الموجودة منكم. وقيمت بيديو اخر جزء يأتيك لنرغل طريق م pugil. ولكن تحت الحيث عندكم ترى الريفون الذين يوجدون هنا. وكل الإحتيار والجلبات الموجودة تحتهم. وعندنا الإعابة المواجهور السيأتيك. وتنشاهل كل الأشياء التي نرى من قبل. لكل الأشياء من لديها. كاميرا آجتيا، مكروفون آجتيا، ومع ذلك كل الأشياء الموجودة. مثل ما شاهدناها من أبل. الآن، دعنا نتحدث عن الأشياء التي أحب أن أعرف أنكم تتعرفون عنها كثيرا. الكاميرات الموجودة هنا مثل ما قلت لكم على 6 Pro يختلفون قليلاً عن الكاميرات الموجودة على 6 بسبب أنه لدينا الكاميرا الأساسي الموجودة هنا. لذلك سوف أعطيكم صور، سوف أعطيكم أيضاً فيديوهات منه. عندما نقوم بالفيديو هنا، نرى أن 4K 60 frames per second سيكون أحسن شيء للكاميرا الموجودة هنا. هناك نقطة بين الكاميرتين الموجودين هنا، للتلفوتو العادية والعادية. إذا نستعمل مثلاً الكاميرا 4K 30 سنرى أن نقطعها على كل الكاميرات وتستطيع أن تشاهدوا كيف الفرق بينهم. لكن الحلوية هنا عندما نقوم بالكاميرا الأساسي الموجودة قد يمكننا أن نرى أننا لدينا 4K 30 frames per second نستعملها. أيضاً لدينا النورمال، لدينا التايملابس، كل هذه الأشياء تتمشي حلوة. أيضاً لدينا النايت سايت، البرناراما، الفوتوسفير، اللنز موجودة هنا، الكاميرا العادية، البورترات، أيضاً تستعمل نفس الشيء، الموشن، إذا كنت تعمل الموشن فيديو، لديكم أيضاً النايت سايت تستطيع أن تشاهدها. جميل جداً، وتعمل جداً جداً. دعني أعطيكم الآن مصرة على الكاميرا الأساسي الموجودة أدام، وراء على البيكسل 6 برو. الآن، بدأنا نستعمل الكاميرا الأساسي الموجودة أدام 11.1 مجا بيكسل، هذه البيكسل 6 برو. وضعه هنا، والتي جيدة هنا أنه يمكننا أن نستعمل 4K 30 فريم سيند. وهذه الحلاوة يستعملها الآن حتى نستعمل كيف الصوت والصورة منها على هذه الأساسية. أخيراً أخيراً، الكاميرا الأساسي الموجودة أدام يأتي بها بعض حلوة لاوز، لأنه يمكننا أن نستعمل 4K منها على تلفونات بيكسل من جوجل. الآن، نستعمل الكاميرا الأساسي الموجودة مستعمل 4K 30 فريم سيند. ولكن، نستعمل 4K 60. أهم شيء يجب أن نعرف أن هنا نستعمل الميكروفونات الموجودة في قلب التليفون والكامير الأساسية الـ 50 ميجا بيكسل G&1 سنسور الموجودة هنا يمكننا أيضاً أن نعملها على Ultra Wide وضعها على التليفوتو ونستطيع أن نختار أي لمسة لديها لنستعمل 4K على هذا التليفون ومثل ما رأيته الصوت والصورة سيكون كثير منيح هنا أريدكم أيضاً كيف الفيديو يطلع عليه للشاشة هذا الفيديو على يوتيوب الحلوى فيه هنا أن نستطيع أن نرى أحسن اختيار ونستطيع أن نستعمل عليه للتليفون الـ 2160P سيكون أحسن شيء موجود عليه للتليفون رغم أن هذا الفيديو الذي نفرج عليه 8K ونستطيع أن نرى الصورة كثير منيحة ستشتغل كثير منيحة لأينا وهذا الشيء الذي يجب أن نعرف على الأقل تحت يوتيوب هل نعب الغنية التي دائماً نلعبها لنرى كيف قوة السماعات الموجودة هنا ومثل عقدة نستعمل الغنية أليكس كريندو جامبو من NCS ريليس سنضع الغنية هنا وصلنا إلى 100P سنبدأ الغنية موسيقى 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 صوت كما نستنظرينه سيكون منيحة لديه قوة منيحة باسة أيضاً موسيقى من أعلى السماعات الموجودة شاهدتهم برسوق ولكن على قليل من أن نعرف أن الصوت سيكون كثير منيحة الشيء الثاني الذي أريد أن أعطيكم عليها عندما نتسمع السماعات اللاسلكة الهدفون هذه أنا هنا أستعمال Liberty 3 Pro لأن هذه أحسن سماعات موجودة تقريباً سعرهم هنا في أمريكا 169 أو 170 دولار ولكن أعطينا الـ L-DAC الأحسن الأوديو الذي يأتي بألفل التليفون كثير منيحة تحت السيستام عندما نذهب على الـ L-DAC سوف أعطيكم قوة السماعات وأحسن الخبرة التي أعطيتها للصوت على هذا التليفون عندما نذهب عليه هنا نرى أن نستطيع استعمال الـ L-DAC كما أخبرتكم ولكن ليس فقط لدينا الـ L-DAC يمكننا أن نرى عدة اختيارات الـ SBC والـ AAC هؤلاء الذين نختار بينهم الـ Bluetooth Sample Rate 69 كيلوهرت أحسن شيء موجود عليه للتليفون الثاني وغير هكي 32 كيلويت سيكون أحسن شيء عليهم لها السماعات الـ Liberty 3 Pro منهم لـ Soundcore صراحة شكلهم كثير منيح كمان نستعملهم معهم لـ Pixel Buds A يسمع صوتهم كثير منيح ويعملوا كثير منيح معهم لها التليفون لكن الصوت عندما نظهر على الخبرة وأحسن شيء يمكننا أن نجيبه يمكننا أن نجيبه موجودة الـ L-DAC والـ Stereo speakers والـ L-DAC كله كله منيح لكن الحالية فيها أنه يمكننا أن نرى أن تستعمل الخبرة للسماعات لأحسن شيء لأحسن شيء دعنا نتحدث عن التشريج على هذا التليفون هذا التليفون في قلب العلبي لا يأتي بقلبه شارجر مثلما فرجعتكم في الفيديو الجماع الماضي عندما عملنا الـ Unboxing لا يوجد شارجر في قلب العلبي فأنا استعملت الـ الموجودة في البيت هذا اسمه 45W Gang Charger PV عندما استعملته هنا ورغب أن التليفون قال لي أنه شارجر يشارج بسرعة وهذه قوة التشريج الذي يأتي عليه للتليفون من 1% إلى 100% أخذتني تقريباً فوق الساعتين وربع هذه مشكلة الآن لأن هذا التليفون لا نستعمل الشارجر الأصلي الآن أنا طلب منه الشارجر لشركة جوجل يعملين الـ PeriOther عندما يأتي لدي إن شاء الله خبروني تحت وقالوا إذابتكم يجب أن أقوموا لنرى الدقيقة هذا مهم كل هذه الشارجة تمشي منيحة دعنا نتحدث أيضاً عن الألعاب وكيف يعملوا على هذا التليفون الآن أولاً أخبركم أنا جربت كل هذه الألعاب الموجودين هنا ونحن نتحدث عن كيف الفرامرات على كل اللعبة وكان عندي مشكلتين على الـ Genshin Impact وعلى الـ Thumper الموجودة هنا ونحن نتحدث عنها بعد قليل السيستام الذي لدينا هنا لأننا نلعب ألعاب اسمه Game Center معناته إذا فتحت أي لعبة سنقوم بـ The Trigger 2 نرى هنا دعنا نقطع الصوت حتى لا نعمل شيء ونخبص هذا نلاحظ هنا على اليمين صار لدينا خبرة صغيرة دعنا نذهب لدينا هذا الاختيار المانيو الموجود هنا أولاً نرى كيف الفرامرات ماشى على التليفون نستطيع أن نسرح الفيديو لسكين ريكوردن وهنا هذا السيستام الموجود من أصله نستطيع أن نرى نستطيع أن نرى ريكوردر نستطيع صورة إذا نستطيع أن نستطيع نقوم بـ Do Not Disturb و أحسن أحسن شيء نستطيع أن نقوم بعمل يوتيوب معناته يمكن أن نقوم بعمل برادكاست على شركة لدينا أشكال لا أعرف لماذا تستطيع أن تصل لكن هذه الشالات موجودة هنا يمكنكم أن تدوروها من أصلاً تحت الـ Game Dashboard والـ Do Not Disturb سترى كله مضبوط وتمشي مضبوط وفي الفيديو الذي سوف أتحدثكم عندما نبدأ نتحدث عن الألعاب سيكون في قلبه سوف يمكنكم أن ترى قبل أن نطعهم الألعاب أريد أن نستطيع أن كيشي كنترول يمكننا استعمالها لدينا عدة ألعاب خاصة من ثلاثة التي موجودين عليه للتليفون دعونا نقوم بإمكانه وفي الفيديو وفي الفيديو وفي الفيديو وفي الفيديو وفي الفيديو كلهم يعملون على كيشي كنترول عندما نتحدث عنها سنقوم بالتطبيق ونستطيع أن نرى الألعاب التي يمشون معها الأشياء الوحيدة التي كنت أخبركم فيها أنه رغم أن الكنترول تمشي رغم أنها من تحت هنا موجودة هنا في ميحة الأخير كما ترى كل شيء ما يشي مزبوط ولكن لا تفوت مزبوط عليه للتليفون من فوق تلاحظوا من هنا أنه هناك مثل البمب على الإجراء من تحت وتضرب فيها للكاميرا الموجودة لفوق لذلك ننصحكم إذا تستعملوا كنترولر تستعملوا كنترولر تستعملوا كنترولر التي تعمل وتضع عليها معناها لديك كماسة وتكمل التليفون من فوق وتكون الكنترولر من داخل ولكن لديكم الكيشي وتستعملوها لا تستعملوا ولكن لا تفوت مزبوط عليه للتليفون كما نرى فيها فقط حركة مفتوحة قليلا ولكن ليس ضيئتني لدرجة لدينا ألعب فيها دعونا أتحدث الآن عن الألعاب الآن أولا أولا أتحدث مثل ما عادة أتفرجيكم الـ Call of Duty Mobile اللعبة ألعبت كثير منيحة رغم أن الفريم ريت مطلع فوق الـ 60 فريم ولكن أعتقد إن شاء الله بالمستقبل لأنني أعرف أن تمشي 90 على التليفون الثاني و120 كمان على التليفونات الإكسبيريا الـ Dead Cells ماشيت كثير منيحة على 120 فريم الصورة كثير حلوة عجبتني فيها أنا كثير أن الألوان وكل الشغلات ماشي مزبوط ولعبت فيها على مدة طويلة و لم يكن فيها أي أشكال الـ Dead Trigger 2 أيضا اللعبة كثير منيحة تعريبا 111 مئة وشوية على الفريم ريت السبب اللي بقطت لأنه لما بلشت تسجل الفيديو ببعرف ليه نزل الفريم ريت بالنسبة لتسعين عندما نتحدث عن الـ Genshin Impact سوف نرجع لها بعد قليل ولكن سوف نتحدث معكم عن الـ Genshin Impact والـ Thumper مع بعض قليل الـ Modern Combat Versus ماشيت كثير منيحة ولكن 30 فريمس برسكر لا يوجد شيء أفضل من ذلك الـ Controller ماشيت معه لا يوجد أشكال الـ Monument Valley ماشيت 60 فريمس برسكر كثير منيحة والصوت كان حلو من السماعات و يمكنكم كمان تستعمل الـ Wireless الـ Need for Speed Most Wanted ماشيت كثير منيحة و خاصة مع الـ Controller ماشيت حلو الـ PUBG Mobile ماشيت 60 فريمس لا يوجد أشكال لا يوجد إطلاقا مع كل الـ ستنجز الموجودين عنها إذا ما ندور كل شيء على أحسن شيء ما بتمشي إلا 40 فريمس برسكر ولكن عندما ننزل على الـ Fast تنزل على الـ 60 و آخر نتحدث عن Thumper و الـ Genshin Impact الآن الـ Genshin Impact لا أعرف ما يحدث فيها بأعتقل لازميجية تجديد من الشركة اللي عملت على اللعبة لأنه ماشيت مظبوط تقريبا بأول 300 دقيقة أو دقيقة أو شوية بعدين لما بلشت تلعب فيها وعليت الـ Setting لأحسن شيء و 60 فريمس برساكن الـ System بطل إقرار يشتغل مظبوط ساعدنا Drop Frame اللعبة بلشت تبطي كثير ومع بتتحرك مظبوط كل الشغلات صارت تشتغل بكثير بطيئة عشان هيك اللعبة بطلت بقدر لعب فيها ما أعطيت بديها تجديد دعنا نتحدث عن الكاميريات مجرد من الفجرية تكون الفيديو من قبل كيف نعملون وكيف الخبرة لها التليفون الكاميريات على هذا التليفون شيء بجميل السنسور اللي شايفينه هون الـ GN1 شاهدت من قبل على 111 Ultra وهذه كثير كثير منيحة والصور اللي نأخذهم من الكاميرا اللي التليفوتو كمان ما فيه إشكال إطلاقاً كثير واضحين وبيشتغلوا كثير منيح أخذت التليفون رحت على الجنيني كما كما تشاهده أخذت كم صورة من الناحة الموجودين على الورد يأخذ العسر منهم ويعملوا عسر الأهم عجبني فيه أكتر شيء فيه هون أنه منقدر نسجل 4K 30 من قدام 4K 60 موجودة إلى ورا والكاميرات ما فيه إشكال شكلهم كثير كثير منيح لدينا عدد اختيارات للموضات اللي نستعملها لكن الصور صراحة يعني 95% كلهم بيطلعوا مظبوط وشكلهم كثير حلوي الألوان مظبوطة الماجيك إيريسور خاصة اللي نتركبوها هون من باريح نحن عام نجيب بومكين موجودة هون بزر اللقطين لنبتة البزر اللقطين أخذ صورة وكان في كتير ناس حواليه أتمنى أن أعرفيكم بالاختيار مثل هذا عادي بس أخذت الناس وقامتهم من الصورة والصورة حلوة كثير كثير ماشي من أصبوت وعجبتنا كثير وإن شاء الله قريباً أنا عم بستعمل الاختيار هون هناك شخص يسألني سؤال بقيت على تويتر سألني بالعربي وكان برد عليه بالعربي أنا بحبات استعمل هذه لأفرجيكم الخبرة تستعملوا الكيبورد مظبوط مثل ما هو تختاروا اللغة من للغة العربية وأنا عم بطبع الكلمات كطبعة الإنجليزة عم بتترجمها دغري للغة العربية وحطتها دغري بالقلب التكست مطرح ما مفروض وتعملوا سند كثير كثير هيني تمشي مظبوط وخاصة إن شخصاً نرد عليكم يمكنكم ترجموا وتستعملوا نفس الشيء كل الشغلات الموجودة على هذا التليفون بتجنين الشجر اللغة العربية كان المفروض يكون بقلبها ما بعرف ليه موجود بس بإعتقاضي أنه على قليل 25 دولار نجيب الشجر من هون لما بيجيني هيدا بترجيكم إن شاء الله بقلكم أديت سعة التشريج لهلا إذا نستعمل الشجر عادة ستكون السرعة بطيئة الرغم أنه كان 45 واط لا يشارجوا للتليفون بالسرعة التي أعتقد أنه يكون على 5000 ميلي أمبير 5000 ميلي أمبير 30 واط لا يمكن أن تكون فوق ساعة ونصف ربما إذا شنعت حالها لكن ليس فوق ساعتين وكما السماعات التحويل المعلومات التي تحتنا للتليفون سيكونوا كثير منيحة إن شاء الله أعجبكم هذا الفيديو أعرف أنتم ناطرين كثير خبروني تحت إذا كان هناك شيئين يريدون أن يركز على التليفون الكثير منيحة عندما كنا نتحدث ونسيت أخبركم أيضا أننا كنا نتحدث عنها من أول شيء للفيديو السكور للجيك بنش الذي نزلنا هنا دعونا ندوره على التليفون كما ترون هنا 1039 على سنجل كور و1947 على الملتي كور تقريبا بمستوى سناب دراجون 870 865 بلس أو 870 لا سيكون بقوة 888 خاصة على التليفون بالصراحة عندما نستعمل التليفون ونط ونستعمل كل شيء فيديوهات وكل هذه الأشياء كل شيء ليس مضبوط لا يوجد إشكال على التليفون إذا كنت تستعملوا فقط لأرقام لأنه تقريبا مثل سناب دراجون 870 ليس 888 ولكن بالنسبة له لا يوجد إشكال كل الأشياء التي جوجل عملتها هنا وأعلنت عنها موجودة ومشي مضبوط بشكل رهيب إن شاء الله يكون أعجبكم هذا الفيديو شكرا جزيلا على كل الناس الذين من الاشتراك نراكم إن شاء الله بالفيديو جديد